اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة سعدة النائب محمد السيسي البعينين مع معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وبحضور سادة النواب أعضاء اللجنة وناقش الاجتماع أبرز ما خالصت إليه ورشة السلام من أجل الازدهار التي استضافتها البحرين والاعتداء الآثم الذي استهدف سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق من قبل مجموعة من المخربين دور وطني هام يطلع به أعضاء السلطة التشريعية في الدفاع عن كافة قضايا الوطن والمنطقة وهذا ما جسدته مواقف لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي رفضت ممارسات دولة قطر ومحاولاتها تأجيج وإثارة الفتن والفرقة بين أبناء المجتمع البحريني مجلس النواب ركيزة أساسية في تبيان موقف الدولة لأن مجلس النواب هم من وثق فيهم الشعب وانتخبهم ووضعهم في مواقعهم لتمثيل خير تمثيل وبالأخص في المواقف الوطنية ونرى أن الدبلوماسية البرلمانية شيء حيوي فيما يتعلق بدبلوماسية الدولة وركيزة أساسية في دبلوماسية الدولة والعالم يحترمها ويقدرها وسنضع خطة للعمل المشترك في هذا الشعب التنسيق والانسجام والتواصل المستمر بين السلطات التشريعية والتنفيذية نهج سارت عليه مملكة البحرين أثمر اليوم عن تكامل بين جهود المملكة في دبلوماسياتها الخارجية والمجلس الشعبي الذي لطالما أثبت مواقف شعب البحرين الراسخة في الدفاع عن قضاياه وثوابته الراسخة من أهمها طبعا التوترات التي تشوفها في المنطقة وتدخلات جمهورة إيران السافرة في الشأن الخليجي الموضوع الثاني طبعا الموضوع المهم موضوع الاعتداء على سفارة البحرين في العراق نستنكرنا هذا الاعتداء وتفهم موقف الحكومة العراقية الموضوع الثالث هو موضوع ورشة السلام لجلس الدهار اتطرقنا طبعا وأكدنا فيه على موقف الشعب البحريني الشعب الفلسطيني من لجل قامت دولته على حدود مغابل 4 يوني 1967 وهو الموقف الذي أكد جالة الملك في قنم مكة الاجتماع الذي دعت له لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني استعرض مع معالي الوزير آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة وأكد على موقف البحرين الثابت في مناهضة شتى أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي يمارسها النظام الإيراني في المنطقة ليبقى دور المجلس المنتخب علامة هامة في تجسيد صوت المواطن في الدفاع عن مواقف المملكة على كافة الأصعدة الانسجام المستمر في المواقف بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ووزارة الخارجية دائما ما يؤكد تضامن الجهود الوطنية والشعبية لتعزيز الأمن والاستقرار بكل وعي ومسئولية وفق نهج من التشاور والتنسيق الذي تنعم به مملكة البحرين يحلى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين